أزمة دواء متفشية في محافظات شمالي العراق وتحديدا في السليمانية أزمة ألقت بظلالها على شرائح واسعة من سكان المحافظة الذين اشتكوا من تناقص الدواء تدريجيا من رفوف المستشفيات ومذاخر الأدوية والصيدليات ويتفق الأطباء والمختصون العاملون في مستشفيات السليمانية على أن دعم قطاع الأدوية بات ضعيفا ولا يرقى إلى تلبية حاجة المرضى خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة أغلب المستشفيات الحكومية تعاني من أسمة الدواء ويعني أن تتراوح من مستشفى لمستشفى الآخر حسب التخصص وحسب الحاجة للمستشفيات أو موجود بكميات قليلة وهذا نقص راجع لقلة التخصصات المالية عدد من سكان السليمانية الذين يعانون أمراض مزمنة ومن دوي الاحتياجات الخاصة عبروا عن استيائهم من تفاقم أزمة الدواء مستغربين من عدم تحرك الجهات المعنية لمعالجة الأزمة حتى الآن هناك ظاهرة عجيبة هو قلة أدوية في مراكز صحية في محافظة سليمانية وهذه الأدوية نستعملها كالغذاء يوميا خاصة أدوية للعلاج اتفاع الضغط الدام أو إداء السكري وهذه الظاهرة خطيرة جدا ونعتبرها كتهديد لحياتنا كمواطن وجميع المواطنين في محافظة سليمانية منذ ثلاثة أشهر وأنا لم أستلم حصتي من الدواء وأنا مصابة بمرض لخلاسيميا الدواء أصبح غال جدا ولا نستطيع تحمل تكاليفه وحتى الملحة المخصصة لنا غير كافية لتأمين الدواء اليومي نحن شريحة منسية ونعيش حياة صعبة نحن وأطفالنا مشؤولون في السليمانية تحدثوا عن مشكلة نقص الأدوية في المحافظة وأكدوا أن الجهات المعنية مسؤولة عن الأزمة التي يعاني منها غالبية السكان حسب متابعتنا فأن الحكومة تراجعت عن دعم المستشفات ودعم القطاع الصحي بصورة عامة إضافة إلى أن شركات الأدوية توقفت عن دعم المستشفات بالأدوية الأساسية وهذا ما أثقل كاهل المواطني ومحدودي الدخل خاصة يقول الكثير من سكان السليمانية إن انتشار جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية ليس مبررا للتقصير الحكومي فتوفير الأدوية مثل توفير الغذاء والمياه وبدونه سيفقد الكثيرون حياتهم اشتركوا في القناة